ترجمة نانسي قنقر تعمل على تطوير خطط للإصلاح تشمل توسعاً محتملاً للمجلس قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة في نيويورك الخريفة المقبلة بحدث ضمان بقاء الأمم المتحدة أداة مركزية لمنع الحروب الاقتراح الأمريكي يتضمن إضافة ما يصل إلى ستة مقاعد دائمة في المجلس دون منح الدول حق النقض الفيتو بما يعكس رغبة واشنطن الاعتراف بنفوذ العالم النامي المتزايد ومعالجة الإحباط وصع النطاق من أعضاء المجلس الحاليين لعدم القدرة على وقف الصراعات العالمية لا سيما الحرب في أوكرانيا روسيا وبريطانيا ترى كل منهما أن الحاجة باتت ملحة إلى التوسع في عضوية مجلس العمن الدولي بسبب التمثيل المفرط للغرب وضرورة منح دول آسيوية وأفريقية وأمريكية لاتينية نظرا للعقبات التي يواجهها المجلس في صياغة أي إجماع دولي وهو على ما يبدو اعترافا مبطنا من القوى الكبرى بأهمية أن تعكس الأمم المتحدة التعددية العالمية وتحديات القرن الحادي والعشرين راندا شهاب الإخبارية